تنصق مصر وإيطاليا جهودهما الجادة بشأن القضايا الإقليمية المختلفة والتي تفرض تحديات مشتركة مثل الملف الليبي والهجرة غير شرعية وموضوعات مكافحة الإرهاب كما يتطلع الجانبان للارتقاء بأطر التعاون وأليات التنصيق في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية أهلا بكم تمتلك مصر وإيطاليا تاريخا طويلا من العلاقات القوية يتطلع خلالها الجانبان للارتقاء بأطر التعاون وأليات التنصيق بشأن تعزيز الشاركة بينهما في جميع المجالات على نحو يدعم المصالح المشتركة للبلدين كما تتفق الرؤى بين القاهرة وروم بشأن القضايا المختلفة العلاقات السياسية والزيارة الرسمية بين مصر وإيطاليا شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية عكست الاهتمام المتبادل بتطوير مجالات التعاون المشترك ويرغب الجانبان في ترسيخ ودفع هذه العلاقات خلال المرحلة المقبلة بالإضافة إلى استمرار التنصيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى الصعيد الإقليمي تحرص مصر وإيطاليا على التنصيق بشأن القضايا الإقليمية المختلفة التي تفرض تحديات مشتركة مثل الملف الليبي والهجرة غير الشرعية وموضوعات مكافحة الإرهاب خاصة في ظل الدور المحوري الذي تطلع به مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة وتتفق الرؤى بين القاهرة وروم بشأن الأوضاع في القارة الإفريقية ويعد الموقف بشأن الوضع في ليبيا على درجة عالية من التوافق وتتفق الدولتان فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية على ضرورة الرجوع لحل هذه القضية وفقا بالشرعية الدولية كما تدرك إيطاليا الجهود المصرية المبذولة إزاء تطورات القضية الفلسطينية مع الأطراف الإقليمية والدولية لوقف عمليات التصعيد وحول القضايا المتصلة بأمن البحر المتوسط يوجد تقارب كبير في التوجهات بين القاهرة ورومة فضلا عن تحديد السياسات التي يتعين اتخاذها من أجل مواجهة الإرهاب سواء في منطقة القرن الإفريقي أو في شمال إفريقيا وانعكاستها على أمن البحر المتوسط أما العلاقات العسكرية بين مصر وإيطاليا فتعد ذات طابع خاص خاصة في المجال البحري سواء في المناورات والتدريب المشترك أو في التسليحة وتدعم الحكومة الإيطالية مصر في حربها ضد الإرهاب حيث ترى أن مصر تخوض حربا ليس فقط للدفاع عن نفسها بل دفاعا عن أوروبا بأكملها كما تم الاتفاق على زيادة المناورات المشتركة مع الجانب الإيطالي لفتح أفاق جديدة في العلاقات العسكرية واقتصاديا تعد إيطاليا ثالث سوق للصادرات المصرية بحصة سوقية بلغت 6.6% وبلغ حجم التجارة 35.3 مليار يورو خلال عام 2022 كما تعد إيطاليا من أكبر الدول المستثمرة بالسوق المصرية بإجمالي استثمارات بلغت في إبريل من عام 2022 نحو مليار و707 مليون يورو إذن فالعلاقة المصرية الإيطالية أخذ في التطور يوما بعد يوم مدعومة بإرادة ورغبة من القيادة السياسية في البلدين لتتنوع مجالات التعاون والتشاور والتنسيق الثنائي وهو ما يترتب عليه دوما تقارب في الرؤى للقضايا ذات الاهتمام المشترك